بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم اخوكم محمد ياسر انا باحث مجلسير في البايوفيزيكس اتخصص ان انا بقول شي هنتكلم كده سريعا في توك اسمها يمكن يكون غريب شوية له ما له وعليه ما علي يمكن احنا بنسمع الستيتمنت دي كتير او الجملة دي كتير اما يبقى فيه شوية تنازع كده خاص بالسياسة او خاص بشخصية مشهورة على السوشيال ميديا بالاخص لكن احنا عايزين نعرف النهاردة هل ممكن نطلق نفس الستيتمنت دي على بطل قصتنا النهاردة او بطل التوق بتاعتنا النهاردة وهي الفيروسات ولا لا اولا كده خلينا نبدأ بالفيديو انا مترجمه نعمل زي او نبص كده نسترجع معلوماتنا سواء كنا متخصصين او غير متخصصين نفهم يعني ايه فيروسات بشكل سريع في دقيقة كده م نعمل زيو الجحب مجزع في basement او نعمل زيو الجحب 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 م موسيقى هو بيقول ان الفيروسات موجودة حوالينا في كل مكان بنتعرض للفيروسات من كذا روت بنتنفسها بناكلها مع الاكل تمام الفيروسات لها قدرة على انها تنفيكت كل انواع الكينات الحية الموجودة على سطح الارض والفيروسات صغيرة جدا صغيرة درجة ان البكتيريا نفسها لو كان عندها عنين مش هتقدر تشوف زي ما قلنا طبعا دكتورة ماري مقيت لنا الفيروسات عندنا يا دي اي فيرسيز ور اي فيرسيز زي ما قولنا احنا عندنا او دبل ستراند و كمان يعني شريط او شريطين يبقى شطارة الفيروس انها بيعمل ايه بيقدر هيجاك الخلية يضحك على الخلية نفسها ويستعمل الخلية كالة خلوية تنتج فيروسات تاني تمام هنا حصل مع الريسيبتور اللي هيستقبل الفيروس على صفح الخلية ويدخل الفيروس وجوه الخلية بقى يبتدي يعيز في الخلية فسادا يحصل سيمبلي او تجميع ذاتي وبقى كالة فيروسات دي او ما بيكتر عددها في الخلية يحصل او انفجار للخلية وتطلع تدور بقى على هوس من نفس نوع الخلية عشان تبتدي تعديها وتعيد السيكل بتاعتها دي تاني هي دي بقى النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها النهاردة اني احنا نبتدي نفكر من زاوية تانية لا هي فعلا ممكن تكون الفيروسات نقمة بس على on the other hand زي ما بيقولوا او على صعيد اخر لا دي ممكن تكون نعمة كبيرة قوي من عند ربنا وخلينا نفكر ازاي احنا ممكن نستعملها كنعمة ونستفيد منها في مجابة مشاكل كتير جدا هنعرفها في البرزنتيشن احنا زي ما عرفنا في البرزنتيشن كده ان الفيروسات هي عبارة عن يعني بيصنفوها في علم البيولوجي انها هي كائنات ليست حية تمام هي عبارة عن كريستالز من البروتين او كريستالات من البروتين ما عندهاش قدرة على انها تتكاثر غير في وجود خلية حية تدخل الخلية تبتدي تستعمل السيليولار مشينيري او الاليات الخلوية على انها تصنع فيروسات ونسخ تانية وتخرج الفيروسات من الخلية تبتدي تدور على هوس علشان تعديها عنده خلاص عرفناه وفهمناه. الفيروسات فيه منها اشكال كتير واشكال متنوعة. عندنا مسهنا دين يجيبت لكم اشكال من الفيروسات زي اللي بيصيب الخلية. فيروس الان اي في بيعمل fiance بي. فيروس احد الفيروسات الشريطية. فيروس الايبولا ايبولا فيرس. عندنا الادينو свое فيروس يعني انا حبيت بس افرقكم اشكالها بتبقى متنوعة ازاي الفيروسات عرفنا ان احنا عندنا IことYouITI V que LinkedIn عندنا سبع عائلات من DNA فيروسز وتقريبا 16 عائلة من RNA فيروسز كل فاميلي من الفاميلي الزيعة تحتها سبيشز متنوعة جدا قدرة الفيروسات على انها تطور وتحور من نفسها كبيرة جدا جدا وده السبب انها على طول عدو لدود للإنسان وللبحث العلمي تعرفنا ان الفيروسات بتصيب كل أشكال أنواع الحياة على سطح الأرض عندنا فيروسات بتصيب الإنسان عندنا فيروسات بتصيب حتى النباتات عندنا فيروسات حتى البكتيريا مسلمتش من الفيروسات وبالأخص إيه البكتيريوفار أو الفيروس من الفيروسات اللي أنا حابب نبص عليها بصة سريعة كده أبدأ إيه الفيروسات كانت فتاكة في تاريخ البشرية وكانت عدو لدود جدا للإنسان فيروس الـ HIV هو الفيروس اللي بيسبب نقص المناعة المكتسب أو الـ AIDS تمام؟ فيروس الـ HIV مشكلته الكبيرة أنه هو بيقدر أنه هو يدخل يختارك الجهاز المناعي ويدمر زراعي جهاز المناعة اللي هي إيه؟ الليمفوسايتس بالأخص مين؟ الـ T-cells والـ B-cells تمام؟ وبالتالي فهو بيسدلي الـ patient بتاعي أو المريض بتاع مريض الإيدز دوت vulnerable تماما أو يعني زي الجندي اللي في وسط المعركة كده ومش معاه أي سلاح يدفع عن نفسه فالـ risks بتاعت أنه هو يتصاب بأي باسوجين تاني ولو كان ضعيف جدا أي بكتيريا ضعيفة جدا ممكن تؤدي بحياته والمريض يتوفى من أضعف نوع من أنواع البكتيريا وكمان risks of getting cancer أو أن المريض يجيله cancer بترتفع جدا فمعظم الـ patient بتوع الإيدز عادة بيجي لهم سرطانات وبيتوفهم من السرطان تمام؟ فيروس الإيدز الإحصائيات بتقول أنه هو تقريبا قتل 32 مليون بنا آدم من ساعة ما اكتشفناه سنة 1980 حتى الآن الدراسات كمان بتقول أنه هو أصلا حصل نتيجة mutation على نسخة تانية من الفيروسات اسمها الـ SIV كانت بتصيب الشامبانزي وبعد كده حصل mutations وطورت من مقدرتها على أنها تنتقل من الشامبانزي للإنسان تمام؟ فبقت من الـ SIV بقت الـ HIV وحصل الدراسات برضو بتقول أنه حصل بدايات عدوى وانتقال من الشامبانزي للإنسان أو من الـ HIV في نهايات الـ 1800 تاني فيروس معنا هو فيروس السمول بوكس أو فيروس أحد الفيروسات اللي بتسبب مرض الجدري بس ده أصعب شوية من السايتوميجالو فيروس اللي ماريا متكلمت عليه والـ chicken box الـ small virus الإحصائيات بتقول أنه هو كان بيقتل واحد من كل ثلاثة بيحصل لهم عدوى من فيروس الـ small box في القرن العشرين أما بدأت البنديميك بتاعت أو الجائحة بتاعت الـ small box تقريباً عتل تلتمائة مليون بنا آدم تلتمائة مليون بنا آدم يعني تخطينا ربع مليار إنسان مات من الـ small box سنة 1980 وبفضل اللقاحات والتطور العلمي والبحث العلمي المستمر العالم أعلن أنه هو أصبح خالياً من وباء الـ small box بطل جديد معنا النهاردة هو الفلو أو الإنفلوانزا لكم أن تتخيلوا أن الإنفلوانزا الموسمية أو دور الإنفلوانزا اللي احنا بناخده كل سنة ده هو مش بمنتهى البساطة اللي احنا فاكرينها لإحنا عشان جاز المناعي بتاعنا كويس لكن طبقاً لإحصائيات الـ WHO 500 ألف إنسان بيموتوا سنوياً من الإنفلوانزا الموسمية اللي احنا بنستضعفها عندنا كمان أكبر جائحة في تاريخ الوبائيات خاصة بفيروس الإنفلوانزا كانت سنة 1918 وكان اسمها الـ Spanish Flu أو الإنفلوانزا الأسبانية دي الوحدها أصابت 40% من البشر على سطح الأرض وقتلت تقريباً 50 مليون بني آدم منه ده شكل فيروس الإنفلوانزا تحت الميكروسكوب الإلكتروني أحد أفتك الفيروسات على وجه البسيطة ده أنا لو كان أنا في إيدي أن أنا أدي مثلاً زي كده نقاط فأنا هدي الفول مارك من غير مفكر وهو فيروس الرابس فيروس الرابس اللي هو الفيروس الصعار اللي بينتقل من الكائنات المسعورة أو المصابة في فيروس الرابس وبالأخص الكلاب لما تعد الإنسان فيروس الرابس مع أني اكتشفنا فاكسين علشان نحارب الرابس إلا أنه ستل من سنة 1920 تقريباً بالظبط إلا أنه ستل لحد دلوقتي بيقتل حوالي 55 ألف إنسان سنوياً ومازال مشكلة كبيرة في الأماكن المتخلفة من الهند ومن قارة أفريقيا ليه أنا بقول إن هو فتك جداً لإن 100% وفاء ما فيش أي مفر من الموت من فيروس الرابس في حالة الإصابة بي وما خدش الفاكسين بتاعه تمام؟ كمان مشكلته إن أنا فترة الحضانة بتاعته 3 شهور يعني أنا ممكن أبقى عندي الفاكسين ومش أخد الفاكسين ومهمل وفاكر نفسي كويس خالص وأجي آخر شهر هحتضر ما فيش تفكير أهموت يعني أهموت الحقيقة يعني الوثائقيات كانت صعبة جداً فما أرضتش إن أنا أجيب أي منظر من مناظر احتضار البيشنس في المراحل النهائية من المرض ده لكن تقدروا إن إنتوا لو حد يعني عنده قلب وعايز يتفرج يتفرج براحته فأنا اكتفيت إن أنا أجيب لكم صورة كلب مصاب بالرابس شايفين منظره عامل إزاي؟ أي كلب هيصاب بالرابس هو هيموت أي قط مصاب بالرابس هيموت مش هيستمر يعني فيش كلب مسعور بيفضل عايش حياة طبيعية تمام؟ فيروس جديد معانا من الفيروسات الفتاكة وهو فيروس الإيبولا أو الإيبولا فيروس أحد الفيروسات الشريطية مشكلة فيروس الإيبولا أو إن هو ليه عنيف؟ لإن هو بيسبب مرض خطير اسمه مرض الحمى النازفية قصة فيروس الإيبولا بدأت سنة تقريباً ألف تسعمية حجة وسبعين ألف تسعمية ستة وسبعين في زئير أو كونغو لما كان فيه واحد اسمه البيشينت زيرو أو البيشينت أو البيشينت يعني الدرسات وصلت له كان اسمه موبالو لكلة دوت من الكونغو وكان في عطلة صيفية كده وهو راجع راح كل لحم خفافيش مشوي هما في الثقافة بتاعتهم كده لحم خفافيش مشوي وهو راجع كده أنا حبي مزمز بس فلما كله بعد الموضوع بعد ما كله ورجع البيت بعدها بأسبوع بدأت تظهر عليه أعراض شديدة جداً من ارتفاع من الحمى ارتفاع درجة الحرارة فقدان الوعي بدأ يخرج دم من كل منافس جسمه طيء مدمم إسهال مدمم لحد حتى كل محاولات إسعافه والراهبات اللي كانوا بيحاولوا يسعفوه في مستشفى الكنيسة اللي كانت موجودة في قريةه كل المحاولات ديت باقت بالفشل الأعراض بتاعته صعبة جداً أعراضه زي ما احنا شايفين كده بيبقى حمى بيبقى أو نزيف غير مبرر من كل منافس الجسم عندي صداع شديد عندي أو ألم في المعدة عندنا مشاكل في العضلات ووهم شديد في العضلات وترجيع مستمر وبلدي ديارية أو إسهال مدمم المرعب في القصة بتاعت موبالو لكلة إن هو وكل أفراد أسرته من بعد تشريع جنازته وكل القائمين على إنهم يعالجوه وكل اللي حضروا الجنازة بتاعته كان عدد تقريباً اللي لما دي كلها 300 واحد كلهم ماتوا ما فيش حد منهم تماماً نجا ومن ساعتها وكان الموضوع حاجة مرعبة جداً لكل علماء الفيرولوجي المهتمين بدراسة الوبائيات لحد ما حصل الكابوس فعلاً سنة 2014 ورجع فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا كجائحة مكتملة الأركان أصاب 29 ألف نقول تقريباً أو كان دينا دقيقين 28 ألف ربعمية مات منهم 11 ألف تلتمية فيروس جديد معنا هو فيروس الروتا معظمنا يعرفه طبعاً فيروس الروتا من الفيروسات اللي بتترجط الأطفال بتأثر على الأطفال خطورته على الأطفال إن هو بيعمل سيفير ديارية وبالتالي ترجيع مستمر إسهال مستمر هو بيصيب أو الجهاز الهضمي وبالتالي هيحصل دي أو جفاف حاد والطفل عادةً بيموت لو ما كانش فيه علاج يعني يخلي البيشنط يخف بأسرع وجه سنة 2008 تقريباً يعني مش من فترة طويلة ولا حاجة من 2008 الإحصائيات بتقول إن هو قتل تقريباً 453 ألف طفل أقل من سن الخمس سنين دلوقتي طبعاً فيه مصل ضد الروتا فيروس والحمد لله يعني بنقدر إن إحنا نتغلب على الفيروس بمتهى السهولة عن طريق المصل المتوفر والعلاجات المتوفرة بتاعته بس ما زالت مشكلة قائمة طبعاً في البلاد المتخلفة طبعاً مفيش وقت إن إحنا نتكلم عن بقية المصائب يعني إحنا عندنا فيروسات أنا حبيت أجيب لكم كده شوية فيروسات فتاكة وحطها لكم في سلايد عشان اللي حابب ياخد سكسين شوت ولا حاجة وعايز يقرأ مع نفس وإحنا عندنا الـ HPV اللي هي فيروسات الكابدية بقى HCV الـ HPV الـ Dingle اللي هو بنعم الإيبولا أحد فيروسات اللي بتسبب الحمى النازيفية عندنا الـ Hantavirus اللي جي من الفران السارس كوف والسارس كوف 2 وعائلة الكورونا عندنا الميرس اللي هو برضو بنعم الكورونا والإنفلونزا السيمين فيروس الفيروس القردي 40 أحد فيروسات الورامية اللي كانت عاملة مشكلة كبيرة في تطعمات تطعمات شلل الأطفال أما اكتشفنا في فترة التمينات إن هي ملوسة بالـ SV40 ودوت الدراسات اللي حد وقت شغالة بتحاول ترجع ارتفاع أعداد السرطانات عند الأطفال بسبب تلوّسها بالـ SV40 مش عايزين ندخل في القصة الطويلة دي عنده البوليوفيروس اللي هو فيروس شلل الأطفال عندنا الميركل سيل بوليومافيروس اللي هو سرطان الفيروس المسبب لسرطان خلايا ميركل عنده الإبشتين بار فيروس أو إي بي في وعندي الهيومان بابيليومافيروس أحد الفيروسات الورامية المرتبطة بسرطانات عنق الرحم أو اسمه الفيروس الورم الحليمي فبصوت باز يطير كده فيروس 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 إفريوير إحنا محاطين بالفيروسات من كل جانب وهنشوف دوقتي أرقام مرعبة إحنا كل دوة تفع عليه ما عليه لسه ما دخلناش في لهم إلا فالإحصائيات أو البايوستاتيستيكس بتقول إن إحنا عندنا 380 تريليون فيروس على جسمنا وجوانا يعني إحنا الفيروسات مش بعيدة عننا زي ما إحنا متصورين إحنا الخلايا بتاعت الفيروسات أكبر من خلايانا نفسها التقديرات الإحصائية بتقول إنها عشر مرات أكبر من البكتيريا اللي مغطية جسمنا وموجودة جوى جسمنا والدراسات برضو قدرت إنها تنجح في استخراج البكتيريوفاج من اللاينينج المبطن أو بطانة الأنف جهاز التنفسي والديجيستف سيستم والمعدة تخيل كده إن أنت جعان في مرة وروح تكلت ساندويتش من عند هام هام مليان ما شاء الله سلمونيلا فالسلمونيلا هتنزل خلينا بقى نفكر بقى في الجانب الإيجابي إن أنا عايز أقول لك الفيروسات تستحق في الوسط العلمي وحتى في وسط البوب ساينز إنها يبقى لها سمعة أفضل من كده بكتير إزاي؟ يمكن فيروس زي فيروس الفاج من الفيروسات اللي إحنا عارفين إنها بالتارجة البكتيريا فيروس الفاج تم اكتشافه من فترة طويلة جداً على عكس ما ناس كتير ممكن تكون فاكرة من أكتر من مئة سنة بل بالعكس ده إن العلماء يفكروا في إن هم يستعملوا فيروسات الفاج كبديل للمضادات الحيوية ده كان قبل ما إحنا نوصل للمضادات الحيوية أصلا لحد ما جت المضادات الحيوية واكتشفناها بالصدفة سنة 1940 وقفت كل الأبحاث اللي كانت شغالة على الفاج إن إحنا نشتغل الفاج علشان نحارب بيه البكتيريا كل ده وقف وقف ليه؟ لإن المضادات الحيوية كانت أسرع كانت أسهل في التصنيع كانت أرخص لو حد هنا اشتغل زراعة فيروساتها يقع في المرار اللي بيحصل في الموضوع يعني تمام؟ فوقف خالص موضوع الأبحاث على الفاج من سنة 1940 لحد ما ظهرت موجة الإيه؟ حد عارف؟ إيه اللي ممكن يخلي العلماء يفكروا تاني في إنها ترجع للفاج؟ الله ينور عليك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الميرسا أو الميسيسيلين رزيستانت ستفيلو كوكس بكتيريا تمام؟ وبالتالي فالعلماء بدأوا يفكروا تاني إن هم لا إحنا نحاول نبص على الفاجة وبالفعل لحد دلوقتي في أبحاث كتير قوي شغالة على الفيروسات إن إحنا نستعملها على النطاق واسع تعالوا نشوف إزاي زي ما قلتلكم أنا جاي النهاردة عشان أقول لكم لا هو زي ما عليهم علي هو له ما لا الفيروسات فعلا تستحق صمعة أفضل في الوسط العلمي والوسط الأكاديمي إزاي؟ يعني مثلا فيروس زي فيروس إنفلونزا فيروس زي فيروس زي كا فيروس حتى الـ HIV فيروس اللي أبحاث شغال عليها دلوقتي على إن إحنا نستعملها في مجابهة السرطنات وخصوصا الزي كا فيروس مع سرطنات المخ أو الجلاي بلاستوما أو أورام المخ النوع من أنواع السرطنات اللي بينشأ في المخ حتى كمان في بروستات كانسر يعني من سنتين أنا قريت دراسة إن مريض سرطان بروستات مرة واحدة جالوا درقم في الوانزة جديد بعدها بشوهرين ثلاثة لقوا إن السرطان مش موجود والحالة دي مثبتة أنا بس للأسف ما قدرت شوصل البيبر بتاعتها سأنا قريت البيبر دي قبل كذا وكتبت عنها مقال حتى ففعلا الفيروسات إن شاء الله بإذن الله حاجة واعدة جدا في مجابهة السرطنات النيورو ساينتست أو علماء العصاب بيفكروا إن هم يلعبوا على البايو كيمستري بتاعت المخ أو كيميا المخ عن طريق الفيروسات وإن هم يعالجوا بعض الديس أوردرز اللي بتحصل للمخ وكيميا المخ أو إن هم حتى يعالجوا الأديكشن أو الإيه؟ الإدمان تمام؟ عن طريق الفيروسات فيروسات كان بي يوزد تو إنجيكت جينز أنا ممكن أستعمل الفيروسات كمصانع صغيرة هتروح تحقن لي سيكونس من الجين عشان أعالج بعض الأمراض الوراثية اللي مش هعرف أعالجها أصلا تمام؟ وبالفعل العلماء نجحوا إن هم يينجيكتوا سيكونس طبيعي في بيشنس الهيموفيليا والهيموفيليا ده مرض وراسي تبع أمراض الدم بيبقى في مشكلة في البلوت كلوتينج أو في تخصر الدم وفعلا حصل كيورينج للهيموفيليا بيشن تمام؟ عندي كمان بعض العلماء شغالين على كاتيجوري من الفيروسات ما عشان أنا أسف لو طولت عليكم اسمه الانكلاتيج فيروس أو الفيروسات المحللة للأورام بس مشكلة الفيروسات المحللة للأورام لحد دلوقتي أن أنت كأنك جايب نمر وبتعوده أنه هو يأكل بطاطس محمرة مثلا بدل ما يأكل لحمة فاللي هو أنك أنت توجه الفيروس أنه هو يحارب السرطانات دونا عن التيشوز بتاعت جسمك وخلايا جسمك دي قصة كبيرة جدا لسه لحد دلوقتي المواضيع معاصلاجة فيها خلينا نتكلم بالبلد أحد الفيروسات الكبدية اسمه هباتايتس جي فيروس لقوا أني البيشنس اللي بيتعدوا بالهباتايتس جي فيروس بترتفع عندهم الاميونيتي أو المناعة ضد مرض الايدز أو أنه هما يجي لهم ايدز لما يتعدوا بالهيدش آي في فالدراسات برضو شغالة على الهباتايتس جي فيروس أنه ننكلوده أو ندخلوا كخط دفاعي ضد الايدز أو الاتش آي في فأنا زي حبيت أن أنا يعني أدردش معاكم ومعرفكم أنه زي ما عليهم ما علي لهوا فعلا له ملا أنا خلصت التوك بتاعتي وحابب أني التوك كعبتي بحب أن أنا أجيب كوت كده لحد من العلماء المعروفين والمشاهير فالكوت بتاعت النهاردة للعالم العظيم هايزنبرج هو أحد الفيزيائيين الكبار جدا بيقول أنت ممكن من أول كأس من كأسات العلم تتحول إلى ملحد لكن في نهاية الكأس ستفاجأ بالله في انتظارك أنا خلصت وتمنى أن التوك بتاعتي تكون بنافعة شكرا